دشنت وزارة الصحة ومحافظة العاصمة مشروع المدن الصحية بالمحافظة والذي يهدف إلى تعزيز الصحة عبر تحسين الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية في كافة المجالات وتعزيز أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم بنادي ضباط الأمن العام بحضور عدد من المسؤولين والأعيان بمحافظة العاصمة حيث أكدت سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة دعم الوزارة لمبادرة إعلان محافظة العاصمة صحية خاصة أن معظم مدن البحرين تمتلك المقاومات الأساسية لتصبح مدنا صحية معتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية مثمنة حرص محافظة العاصمة في هذا المجال من خلال سعي الدؤوب لتحسين البيئات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية من جهته أوضح معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة أن المشروع علامة مضيئة في مسيرة عمل المحافظة ووزارة الصحة مع الجهات ذات العلاقة لدوره في رعاية البيئة وتنميتها وتعزيز الصحة العامة واعتماده بشكل أساسي على الشراكة والعمل الجماعي واستهدافه بشكل مباشر أفراد مجتمع العاصمة وبيئتهم طبعا هذه المبادرة لها انعكاسات إيجابية كبيرة على المجتمع في مملكة البحرين والحمد لله نستطيع أن نقول أن البحرين مؤهلة من خلال الخدمات التي تتقدم في كافة المجالات لأن تكون من المدن الصحية التي إن شاء الله تعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية اليوم هذا التدشين يعتبر انطلاقة للبدء المشترك ما بين كافة الجهات وزارة الصحة والمحافظة والجهات المشاركة من المؤسسات سواء قانة الحكومية أو مؤسسات المجتمع المدني والمجتمع ككل نأمل أن يكون هذا الانطلاق بداية إلى المحافظات الأخرى أيضا في مملكة البحرين طبعا أنا سعيد لإطلاق مشروع المدن الصحية في محافظة العاصمة على أن تكون العاصمة مدينة صحية والآن وضعنا نحن تحدي أن خلال عام واحد إن شاء الله نستطيع أن ننجز هذا المشروع وهذا المشروع طبعا أتى بقرار من المجلس التنسيقي موافقة جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة طبعا وزارة الصحة هي من أولى هذه الوزارات ولا شك أن التعاون معاها هناك معايير يجب أنها تتوافر في المدينة الصحية بحيث أنها تستطيع أن تحرز 80% وتقير كمدينة صحية والآن نحن نشكل الفرق العمل واللجان للتنفيذ هذا وجمع المعلومات لعرضها على المؤسسات الصحية وإن شاء الله تتحقق أن نكون العاصمة مدينة صحية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر